في ورق حلو وكنه في نتيجة امتحان عم بتفرحك عم بوصل لك الخبر الصديق ببين انه بخبرك في نهاية عم تنهل هاي المرحلة على خير وعم بتبلش المرحلة اللي بعدها عم بتواصل لحياتك ازا بعد الدراسة بشكل حلو عم بتكون كتير واقعي كتير ناضج هاي الفترة عاش لك يعني اقصر الطرق وعم تبدل جهد اقل في احراز نتيجة عالية فعم بشوف الحظ كتير معك برج الحوت هاي الفترة يعني بيقول لك امشي وكل شي تمام ازا كنت عم بتفكر في مشروع جديد بيقول لك شوي اجل او شراء مثلا ممتلك معين بيقول لك اجل شوي وكون اه اكون متروي لانه كأنه البيت اللي بدك تشتريه او المشروع اللي بدك تدخله يعني بحتاج لك كتير رأس مال فبيحكي لك انه تروى في هاي الخطوة لانه اه ممكن تتعرض لاشخاص في البيو هموك اه لكن انت عم بتكون كتير قوي وعم تكشف اه يعني الصالح من الطالح زي ما بيحكوها المنيح من المش منيح عم توصل لمرحلة انك وصلت من اه اه القوة بالقوة انك اه تقدر تعرف اللي قدامك اه بشو عم بيفكر فيك في بداية جديدة بالشغل واكنه فرصة اه عمل جديدة خاصة للاشخاص اللي اه ما عندهم بالشغل خلينا نشوف اذا فيه سفر او لا للناس اللي بستنوا اه السفر لانه فيه ناس كتير بتسأل عن سفر فخلينا اه نشوف شوف انت كتير محتار بين انك اه تضل البعض منكم طبعا مش الكل القراءة يعني مش اه منطبقة على اه اه الجميع قراءة عامة فعم بشوفك كتير محتار بين انك تضل وانك تروح بس انا بنصحك انه تروح لانه البلد اللي انت فيها الباين انه ما فيه كتير رزقة فيها اه التعليم للاطفال ما عم يكون زي ما انت بدك او عم تختار مستقبل اه افضل لاطفالك فلذلك عم بتفكر اه بالسفر المهم تفكير اه بالسفر اول عم بتكون كتير محتار اه بس بالاخير رح تسافر بالاخير فيه سفر اه سفر قريب مش بعيد يعني ما رح تستنى اه كتير ما رح تستنى كتير رح يكون فيه اه سفر حلو ورح تكون فيه رزقة بالبلد اه الجديد وفيه بداية جديدة واكنك عم بتعيش اه لأول مرة او عم بتعيش حياة اه اه اخرى بشخصية اه اه اخرى حبيبي بعد السفر يعني فيه تغيير بالشخصية من بعد اه السفر خلينا نشوف اه الاشخاص العزاب يعني القراءة العاطفية بالنسبة للعزاب اذا كنت اعزب من برج الحوت فيه فيه احتمال كبير لبرج الحوت انهم يبلشوا حياة جديدة ينهوا مرحلة ويبلشوا مرحلة اه 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 اجديدة مستعد كتير لاتخاذ القرارات مع انه الحوت كتير بيدرس اه المواضيع قبل ما يقرر لكن في هاي الفترة عم خلص وصل من الملل درجة إنه عم بيكون سريع باتخاذ القرارات عم بيكون فيه بالطريق طاقة سلبية أو حسد أو فيه شي موقف الموضوع بالأكتر رح يكون حسد يعني مش شغلة كبيرة اللي هي سحر أو لا هي بس غيرة وحسد بين بعض الأشخاص فعم يوجهوا طاقة سلبية لإلك عم بتأخر هاي المواضيع أنت عم بتحاول تخدفي عن هدول الأشخاص يعني أنت كشفهم وعارف كل شي عندك بصيرة معينة أو مكشفت إلك أسرار بتخصهم ورق فيه انتظار خلال الفترة الماضية لحد ما وصلت لمرحلات اللي هي إلياس بفترة اللي هي فترة شهر تموس ممكن إنك تقابل شخص لكن تهيأ اللي راح ترفضه ما بنصحك إنك ترفضه بنصحك إنه تعطيه فرصة لهذا الشخص حتى لو مش مبين عليه الجدية لكن هو إنسان من داخله إنسان متوازن نبين إنه ممكن يكون مائي ممكن يكون ترابي أو ناري أسد قوس ممكن يكون إذن هذا كان بالنسبة للعزاب نشوف للمتزوجين إذن بالنسبة للمتزوجين من برج الحوت كيف الأمور عم تكون في شهر تموس وعم يكون في حمل ولا لا للي عم بيستنوا حمل على الطريق خلينا نشوف فيه ولا لا بالنسبة للعلاقة بين الزوج والزوجة عم تكون حلوة عم يكون فيه تفاهم عم بيكون فيه اللي هو استقرار ما فيه ما فيه اللي هو سعادة كبيرة أو حزن كبير اللي هي الأمور العادية ما فيه تغيير كتير مبين بالورق شوية أخبار هيك يعني عم بتنغص شوي لكن بتهيالي أنه متعودين أنتوا على هذا الموضوع وأكأنه فيه تدخل من الأهل نوعا ما أهلك أنت أو أهله هو في علاقتكم فتعودتوا على هذا الموضوع وأكأنه الشريك أو الرجل في العلاقة ما عم أو حتى المرأة ما عم تقدر توقف الأهل عن التدخل في العلاقة لكن هذا لا لا يؤثر أبدا ما عم يؤثر أبدا شايف الأطفال يعني حلوة وضعهم حلو البيت حلو العلاقات عادية يعني جيدة ما فيه انفصال شايف فيه حمل ويمكن يكون حمل بتوأم مش عارفة بس فيه حمل للناس اللي بيستنوا حمل ممكن يكون فيه شهر تموز احتمالية كبيرة عم يكون فيه ترميم للعلاقة وتجديد للعلاقة فيه شهر تموز بالنسبة للمتزوجين خلينا نشوف المرتبطين اللي هما مش متزوجين ولا منفصلين اللي مع بعض كيف ممكن يكونوا فيه شهر تموز او شونية الشخص المقابل ناحيتنا لبرج الحوت وكأنه الشخص اللي معك مش تمام عم بيحاول يغير من حاله يحسن من حاله عم بيحاول يتطور لحتى يوصل لمرحلتك انت او لحتى يليء فيك عم بيحس انه انت افضل منه لذلك بدي يشتغل على حاله لحتى تقبل فيه او يكون على نفس المستوى او مستوى متقارب منك وكأنه انت اكتر منه مال او في ناحية من النواحي اكتر نجاح في العمل عم بتكون متقلق في هاي العلاقة عم بيفكر فيك بشكل جدي لكن شايف حاله هو انه مش مناسبة هاي الفترة بالنسبة له لسه مصر الوقت اللي بقدر انه يكون بمثابة اللي هو انه يستحقق فاكتر اشي هاي الطاقة مسيطرة على تفكيره عم بيحبك كتير حب كبير والباين انه هو عم بيحبك اكتر ما انت بتحبه اذا لبرج الحوت المرتبطين خلينا نشوف المنفصلين من برج الحوت طبعا مش اشهر من اشهر تاركين مش من اسنين راح نشوف اذا والقراءات ممكن تكون عكسية وما بتنطبق على الكل لانها قراءة عامة مش قراءة خاصة فما تزعلوا اذا ما انطبقت عليكم ممكن تشوفوا حدا تاني يعني بقرأ تارت ممكن تزبط معاك القراءة وتكون الطاقة واصليت له خلينا نشوف للمنفصلين كيف عم بيفكر فينا الحبيب شوف الحبيب اشتاء في شو في شغف في بس ما في توازن في حياته يعني وكأنه خرب التوازن اللي كان عنده بس كيف عم يشعر ناحيتنا مترقب حاطت كل اشي وراه عم براقب يعني ما عم بيركز في اشي معين نتيجة انه مركز فيك انت اكتر من اموره هو بانه يحل اموره انت عم تكون شخصيتك كتير قوية وقت الرجوع اذا هو ناوي على رجوع لكن انت اللي راح تكون بايدك الاتخاذ اخر قرار اللي هو قرار انه ارجع او لا نرجع او لا فعم تكون اكتير مش قاسي لا اكتير ادل ادل موضوع عزبك هذا الشخص فيما يعني فيما سبق لكن انت الآن عم بتحاول انك ترد العين بالعين والسن بالسن زي ما بحكوه والبادي اظلم فهو بدأ في الشهر في الماضي وكأنك راجع لكن راجع بشروطك بدك العلاقة تصير جدية اكتر في مستقبل العلاقة ممكن يكون في مستقبل اذا هو اشتغل على حاله او انت ممكن تساعده في انه يشتغل على حاله اكتر اذا للمنفصلين في كتير نسبة رجوع كبيرة بالنسبة لبرج الحوت بهنيهم قراءات كتير حلوة كانت خلينا نشوف اذا في اذا في مصيحة ممكن الاوراق تفيدنا فيها لبرج الحوت حبايبي اوه اه نصيحة حلوة انا فهمتها و لكن انه اه بيحكي لك الوراق استعيد شخصيتك القديمة انت تغيرت كتير في السنوات الاخيرة وهاي التغيرات اه اه تسببت في انك شوي رجعت لوراق فبيقولك ارجع لأصلك ارجع ل المهارات اللي عندك جوا في داخلك لشخصيتك القديمة لطفورتك استعيد هاي المشاعر جدد مشاعرك على قد من جرحت بيقولك افتح صفحة جديدة لانه الخير فيه خير فيه اشياء حلوة عالطري بيحكي لك ما مات اه تي اس اه لانه اذا رجعت انت زي ما كنت بالحماسة اللي كانت يعني الطفل بيكون اللي بيحبه بيعمله ما بيفكر انه مثلا اه عواقب الامور وبيعقد الامور لا بنبسط في اي اشي ممكن يعمله اي شي يعني اي لعبة اي كذا بيختارها خلاص بديوا اياها وكتير بينبسط فيها اللي هي فرحة الاطفال فبيقولك انه ارجع لهاي اه الطاقة نشوف من الورق التاني اذا فيه نصيحة كمان لبرج الحوت نصيحة من الورق او من الكون ممكن تكون لألك بيقولك ما تخاف العدل موجود قد من ظلمت العدل رح ياخد اه مجرى هذا الاشي باكتر من ورقة بيان فيه مستنيك اه شخص حلو يعني فيه بيت وفيه شغلات اه لكن بيقولك اه انسى الامور اللي عم بتكون يعني مش موجود على ارض الواقع انسى موضوحها اتعامل بالواقع فقط واتخذ القرارات عند يعني بالوقت المناسب ما تتأخر ما تفكر كتير وتهلك حالك في اه موضوع التفكير والاخذ والعطى اه كون اسرع باتخاذ القرارات وانك تلقط الفرصة اه بسرعة قبل ما ياخدها غيرك كون سريع بالفترة الجاية لانه برج الحوت اه من الابراج اللي نفس الوقت انه عندها اه عواطف وكذا لكن بتحسب الامور بشكل منطقي اللي هو كتير وبتدرس التفاصيل وبتاخد وقت عشان تاخد القرار فا اه بيحكي لك انه لا هاي الفترة كون متروي اه في اتخاذ القرارات لحتى تكون قراراتك سليمة واستشير الناس اللي اكبر او اصحاب الحكمة اللي عم بيكونوا حاكمين اكتر اه مننا اذا وراء يعني حلو كتير للحوت شكرا